مَعْهَدُ الْحَرَمِ الْمَكِّيِ الْشَرِيفِ مكة المكرمة مهبط الوحي ومنها شع نور الإسلام وبها ولد المصطفى صلى الله عليه وسلم وبها بعث وعلى قمتها الشماء في غار حراء نزل عليه الأمر الإلهي والتكليف الرباني بقوله تعالى اقرأ فكان الإسلام داعيا للعلم منذ بزوغ شمسه وبداية رسالته وكانت مكة ينبوعه وموئله قصدها علماء الإسلام من كل حدب وصوب ينتظم فيها عقدهم في نسق فريد يعلمون ويتعلمون جامعة عالمية عريقة تخرج منها عبر العصور أئمة وأعلام هدى نشروا نور الوحي وملأوا سماء الدنيا علوما ومعارف واليوم يشرق معهد الحرم المكي الشريف بحلقاته في رحاب المسجد الحرام ليشكل امتدادا لذلك التاريخ العلمي بمكة المكرمة حتى أصبح معلما بارزا من معالم الحرم المكي الشريف فالداخل إليه يشنف مسامعه بآية مفسرة وحكم مستنبط من حديث واستدلال محقق من مباحث أصولية فهو بين آية محكمة أو سنة ثابتة أو حكمة بالغة كانت البداية في عام خمسة وثمانين وثلاثمائة وألف هجرية إذ صدرت توجيه المبارك من الملك الصالح فيصل بن عبد العزيز طيب الله ثراه بافتتاح معهد الحرم المكي الشريف بناء على ما رفعه إليه سماحة الشيخ العلامة عبدالله بن محمد بن حميد رحمه الله رئيس الإشراف الديني بالحرم المكي الشريف آنذاك مبينا أهمية المؤسسة التعليمية المتخصصة داخل المسجد الحرام لكونها تسهم في تكوين أجيال من العلماء وتثقيف الناس عموما وإفادة الحجاج والمعتمرين بشكل خاص بدأ المعهد منذ نشآته بتدريس جميع العلوم الشرعية واللغة العربية بالإضافة إلى المواد الأخرى المساعدة وفق خطط دراسية معتمدة ومتوافقة مع سياسة التعليم بالمملكة العربية السعودية حيث اعتمدت الشهادة الثانوية والمتوسطة في المعهد فأصبح لحامل تلك الشهادة من الحقوق الوظيفية مثل ما لغيره من حملة الشهادات المماثلة إضافة لما يحمله من علم مبارك تلقاه تحت قباب المسجد الحرام وبين أروقته وأما القسم العالي بالمعهد فقد بدأت الدراسة فيه عام ثلاثة وعشرين وأربعمائة وألف هجرية بتوجيه من معالي الرئيس العام الشيخ صالح بن عبد الرحمن الحصين رحمه الله استنادا للأمر الملكي المشاري إليه سابقا كما تمت معادلة شهادة القسم العالي من وزارة التعليم العالي بالمملكة بشهادة كليات الشريعة في الجامعات السعودية ومن وزارة التعليم العالي في جمهورية السودان بقسم الشريعة في الجامعات السودانية وكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر الشريف بمصر ويواصل طلابه اليوم دراساتهم العليا في الجامعات الكبيرة داخل المملكة وخارجها وترجمة للاهتمام والرعاية السابقة من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهم الله نال المعهد الحظ الأوفر من الدعم والعناية من أصحاب المعالي والسماحة الذين تولوا رئاسة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي غير أنه حظي بمزيد من الاهتمام في الوقت الحاضر من معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس وفقه الله وها هو معهد الحرم المكي الشريف يصب جل اهتمامه في خدمة الإسلام ونشر منهج الوسطية والاعتدال وتقوية الروابط العلمية بين المسلمين في مختلف أسقاع المعمورة وعلى ضوء ذلك وضع المعهد عدة أهداف له من أبرزها تكوين طلبة وعلماء يسهمون في تعليم أجيال الأمة ما تحتاجه من أمر دينها عمارة المسجد الحرام بدروس العلم ومجالس تدارسه وتلقيه تقوية أواصر الأخوة الإسلامية بالتقاء أبناء المسلمين على العلم والمنهج القويم ترسيخ منهج الوسطية والاعتدال بربط الطلاب بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ومن أجل تحقيق تلك الأهداف السامية سخرت الرئاسة منظومة إدارية متكاملة تضم كفاءات متميزة من الموظفين والعاملين ونخبة من أهل العلم من أعضاء هيئة التدريس ومتعاونين من خارج المعهد من قطاعات علمية مختلفة وتتولى إدارة المعهد الإشراف على هذه المنظومة وتسير أعمالها بما يحقق طموحات المعنيين بالعلم وطلابه وبحكم موقعه في أروقة المسجد الحرام يتميز نظام الفصول في المعهد بالحلقات المنظمة داخل المسجد الحرام يتحلق طلاب كل فصل حول كرسي شيخهم الذي يقوم بشرح الكتاب المقرر بالوسائل التعليمية الحديثة المختلفة التي تجمع بين الأصالة والمعاصرة وقد مضى على إنشاء هذا الصرح المبارك نصف قرن تخرج خلاله ثلاثة وأربعون فوجا من طلابه من مختلف البلدان يحملون منهجا وسطيا تمثلوه سلوكا وعملا واجتهدوا في نشره في بلدانهم وسيظل المعهد مستمرا بإذن الله في تحقيق أهدافه السامية محافظا على أصالة منهجه ومراعاة قدسية المكان والزمان وصدق الله تعالى إذ يقول إن أول بيت وضع للناس لالذي ببكة مباركا وهدى للعالمين ترجمة نانسي قنقر